نتابع في المختار وضيفنا في اللوان اليوم الفنان التشكيل الكبير دكتور نزار صابور دكتور نزار حأحكي عن مفصل مهم طبعا اكتار من الفنانين بشكل أو بآخر قدموا مثلا جزء من رؤيتهم أو نظرتهم أو قراءتهم للواقع السوري في سنوات الحرب ولكن الملفت عن حضرتك تحديدا ومن يتابعك أنك يعني في 2010 قدمت لوحة عنوانتها بنهر الدم وكأنك كنت تتنبأ بما سيحصل في سوريا وألحقت هذه اللوحة بمجموعة من اللوحات كانت أول مجموعة فيهم سميتها نعوات سورية هل هي صحيح كنت عم تقدم فن النعوة يعني مثل تتطمبت من النعوة شيء ولكن وكأنك كنت يعني إما ترى بطريقتك ما يحصل أو سيحصل في السنوات القادمة حكي لي عن هاي الفترة ولهك فجأة تحول الخط إلى مكان يعتبر البعض أنه كان فيه نفحة تشاؤمية هلأ بالحقيقة دائما فيه أمور بتشتغل لحالة بيداخلك يعني أنت ما حاسبها ما بتحسبها بيسموه الحدث بيسموها شو ما سموها لكن حقيقة موجودة لما عملت نهر الدم بالألفين وعشرة حقيقة ما كان عندي أي تصور شو بدي يصير لكن كان عندي أحاسيس عميقة أنه فيه شي غير طبيعي صار العمال بلشت الحرب بالألفين وعش عشت صدمة حقيقية لعدة أشهر اللي أنقذني منها فكرة النعوات أنت وماشي بمدينة لازقية صارت كلها نعوات كلها نعوات على الأطلق كان الهدف أول أنه ما فيه طائفة بسوريا تسلم من الحرب الحرب يقتل جميع الطوائف هيك ردت أول فعلا وعملت عدة أعمال بعد دراسة هاي النعوات ماذا يكتب عليها عند كل الطوائف اكتشفت بعض الطوائف ما بتعمل النعوات الدروز مثلا ما عنده النعوة أهل السلامية ما عنده النعوة فعملت عند السنة بشكل عام نعوة انتقل إلى رحمته تعالى أو مثل سنة اللازقية بقوله جملة كلمة بذكرها بنعمل يسمي بإيمان ورضا وتسليم انتقل إلى رحمته تعالى كذا عملت نعوة عن كل المسيحين بيكتبوا من آمن بي ومن مات فزيحيا عملت عند الشيعة يتهر النفس المطمئة نرجع إلى ربك كذا كذا عملت أعمال من المقياس الوسط وعملت مجموعة من الأعمال الصغيرة ولليوم موجودة عندي محتفظ فيها كذاكرة عن الحرب الحرب ما بتنتهي بنجاح لا يمكن أن تنتهي بنجاح على الإطلاق الحرب مؤلمة للجميع ما في حدا يسلم منها إن كان عسكري ولا مدني ولا مدينة ولا نظام ولا حكومة حياة الحرب تؤثر على الشيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا